ونعود مشاهدين الكرام لمحور النقاش في هذه الساعة وضيوفنا الكرام أبدأ منك سيد أحمد مفرح مسؤول ملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان الملف المصري الذي عرض من قبل الوفد الرسمي في جينيف في الجلسة الدورية كل أربع سنوات هناك كيف تابعت أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم كانت أكيد في الكثير من المدخلات التي تمت من قبل الدول الأعضاء والتي طلبت الكلمة أو التحدث وهي كانت 125 دولة انقسمت إلى ثلاث أقسع منها الدول العربية والدول الأفريقية والدول الأوروبية كان أكثرها جدية وأكثرها بنقشة للوضع الحالي في مصر وأكثرها تطلعا للمزيد من الحقوق والحريات والطلبات والتوصيات كانت من الدول الغربية الدول العربية ما عدا قطر وتونس كانت تعاملت مع الموقف بشيء من يعني من عدم الجدية ولم تقدم الكثير من الطلبات بل في الكثير من الإحيان أثنت على الدور المصري في التعامل وأثنت على تقيير المصري المقدم للمفاوضية فيما يخص الدول الأفريقية يعني نحت يعني بعض ما عدا جنوب أفريقيا نحت نفس الدور من الثناء وغيرها لكن كان الكلام مختلف فيما يخص الدول الأوروبية وبعض الدول الأمريكية اللاتينية مثل كوستاريكا وفنزويلا وبيلات المتحدة الأمريكية وكان أكثرها من قبل السويد ومن قبل سويسرا ومن قبل بريطانيا الطلبات المواضيع التي تم إثارتها بشكل كبير كانت حوالي 8 مواضيع طبعا الحقوق المنتهكة كان الحق في السكن حقوق المرأة والطفل الحق في حرية التجمع والتنظيم الحق في العمل الأهلي الحق الخاص بالكرامة ووقف عقوبة ووقف تنفيذ جريمة التعذيب ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج عن المعتقلين التحقيق في جرام القتل الجماعي منها قتل ربع العدوية والنهضة طبعا خريط الرأي والتعبير وأيضا إيقاف عقوبة الأعدام لكن كان الملفت للنظر في وقت النقاش أن الوافض المصري طلب الردة على الأسئلة ثلاث مرات وده كان بالنسبة لنا شيء غريب شوية لأن المتعود عليه أن الدولة بتقول الكلمة بتاعتها الافتتاحية بتعرض تقريرها وفي النهاية بتتحدث عن بتجاوب بتحاولناها تجاوب في نهاية الجلسة لكن الوافض المصري طلب بالأسئلة المرتين في منتصف الكلمات ورغم كده كانت أول كلمة كانت بترد على حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وقانون الجامعات الأهلية وغيره لكن فوجئنا أيضا أن الدول استمرت في حديثها وأسئلتها وتوصياتها حوالين نفس الأسئلة نفس الأزمة وبالتالي فهي لم تستعر أو لم تستمع حتى إلى الردود المصرية أو لم تقتنع بها فكان بالتالي فنحن نتخيل بأن الصهرات كان مهم الغاية في تسليط الضوء على كمية الانتهاكات التي ترتكب في مصر منذ بعد يوليو ومنذ 2011 بعد الثورة المصرية منذ آخر الصهرات دور الشامل في 2010 يعني أثارت الكثير من الموضوعات ذات الأهمية التي يجب أن يتم اللقوف إليها ويجب متابعتها بعد الصهرات الدور الشامل حتى طيب لماذا أريد لهذا الموضوع أن يأخذ هذا الزخم الإعلامي في الإعلام المصري لا سيما وأن الوفد المصري الرسمي حشد وجهز على ما يبدو بشكل جيد لهذا الملف وبالتالي هذا ما شاهدناه في النهاية لماذا أريد له أن يأخذ هذا الزخم طالما أن الوفد المصري الرسمي يعرف أن مآلات الموضوع كيف ستسير لا هو لا يعرف مآلات الموضوع كيف ستسير لأنه نحن نتخيل بناه كان في قمة الخوف في كتير جدا من الموضوع من ناحية الردود من ناحية عدم اقتناع الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والمنظمات بالردود المصرية بالردود الوفد المصري حتى السايد إيفنت الذي تم أنه لم يكن هناك تنصيق بينه وبين بقية الدول التي تحدثت كان تخوف من تقاريرها طبعا بالتأكيد لم يكن هناك تنصيق لا أنا لا أتحدث أنه لم يكن هناك كان هناك تنصيق بأي مكان الوضع وكان هناك تنصيق أيضا من قبل المنظمات الموجودة مع بعض الدول وبالفعل هناك بعض الدول التي غيرت من كلماتها ومن توصياتها وكانت للأفضل تحدثت عن بعض الأشياء كل هذه الأمور كانت إيجابية نحن نتخيل السلطات المصرية هي دائما تتعامل مع المجتمع المدني الدولي بشيء معنوي بحث أنها تخشى على صمعتها الدولية تخشى على مكاناتها في مجلس حقوق الإنسان ولكن أن تعلم أن البحثة المصرية في جنيف هي من أكبر بعثات الدول في مجلس حقوق الإنسان لذلك فهي دائما منذ بداية عضوياتها في مجلس حقوق الإنسان وهي تحاول أن تلمع صورتها بشكل كبير على مر الأزمنة منذ عهد مبارك مرورا بالمجلس العسكري والدكتور مرسي وأنت رأي أنها نجحت في ذلك أنا لا أتخيل أنها نجحت بشكل كبير في الاسترارات الدول الشامل الأخير وكل ما طرحته من أطرحات لما يقتنع بين المجتمع الدولي هما هو معيار النجاح والفشل معيار النجاح والفشل فيما يخص التوصيات وهو ما سنراه اليوم في الجلسة الخاصة بالترويكا اليوم نفترض أن تقدم الترويكا التوصيات النهائية التوصيات النهائية التي صدرت من نجلس حقوق الإنسان فيما يخص الأسئلة وفيما يخص التوصيات ومن المفترض أن تقوم بالرد عليها الحكومة المصرية في الجلسة التي ستنحلقت في مارس القادم أذهب لسيدة نادية أبو المجد فيما يتعلق بكيفية تغطية وسائل إعلام الأجنبية والغربية لهذا الحدث كيف تابعت أنت هذه التغطية؟ هذه التغطية كانت مختلفة تماماً حتى سواء قبل أو أثناء أن عقاد المؤتمر أو بعد في الوقت الذي كانت الصحف المصرية تتكلم فيه عن المعركة وأننا سنقوم بعمل ونقول وبعد المؤتمر أن العالم يقف احتراماً والإشادة وكل الكلام ده ده الحقيقة ما نعكسش على تغطية سواء الصحف الأجنبية أو برضو المنظمات الحقوقية الغربية زي Human Rights Watch زي العفو الدولية اللي هي أصدارة بيانات يعني متابعة للي كنتوا بتقولوه على سبيل المثال ما هي المفردات التي استخدمت في الإعلام الغربي بخلاف الإشادات والمفردات الأخرى التي استخدمت في الإعلام المصري طيب خليني بس الأول أقول المفردات التي استخدمت مثلا من منظامة العفو الدولية على سبيل المثال قالت أن ردود الوفد المصري على الانتقادات اللي وجهت لي سجل مصر في حول إنسان هي كانت مثيرة للشفقة إنها كانت محاولات باقسة ومثيرة للشفقة وإن هو الوفد المصري كان بيحاول خد الموضوع عمل السينكر يعني باستخفاف إن هو كانوا بيستخفوا بالموضوع لما السفير هشام بدر قال الظاهر الناس دي بتتكلم عن بلد غير مصر وكلام ده وقالوا إنه في أحسن الأحوال ردود الوفد المصري تنم على انفصال تام عن الواقع الحادث فده مش دليل على إنه الناس اقتنعت بيه الردود اللي هم قلوها بالنسبة بقى في الصحافة استخدموا كلمات زي ينتقد بشدة يهاجم يعني زي تحت إطلاق النار يعني طبعا ده تعبير بيستخدم بالضبط قصف النيران بمعنى أنه بيتم مهاجمة فما كانش فيه خلاص تعبيرات لا بالإشادة ولا بكل الكلام ده ولا إنه ينم على إنه هما أقنعوا يعني سواء منظمات حقوقية غربية أو أقنعوا الصحف الأجنبية يعني على سبيل المثال النهارده بس النيورك تايمز عاملة الافتتاحية عن مصر برضو تاني يعني ده بعد اتنين افتتاحيتين برضو بينتقدوا مصر في أكتوبر واتنين افتتاحيتين من الواشنون بوست افتتاحيت النهارده النيورك تايمز برضو عن مصر وبتنتقد الإدارة الأمريكية أن هي اسمها ايجت بيزنس از يوجول مصر وكأنه كل شيء يعني عادة كما كان أو كأنه يبدو على ما يرامه وهو بينتقد فكرة أنه رغم كل الانتقادات اللي هي بتوجه لمصر والأفعال اللي بتحصل والقمع والحملات ضد الحريات وكل ده فكرة أنه إزاي بينتقدوا أنه أمريكا الأسبوع القادم قالوا أنه هي في مؤتمر عملا لدعم الاستثمار وفيه 65 مسؤول حيروحه فبينتقدوا إدارة أوباما أنه ليه بتعمله كده لأنه دي بيفضل تاني كأنكم بتدعموا بتدوا رسائل أنه أنتم بتدعموا النظام الحالي في مصر رغم تجاوزاته في ملف الحريات والديمقراطية وكل هذه الملفات طيب أعود إليك سيد أحمد نفرح هذه التغطيات المختلفة سواء في الإعلام المصري أو في الإعلام الغربي باختلاف المفاوضات المستخدمة إلى أي مدى تؤثر على صناعة القرار والتوصيات في مجلس حقوق الإنسان؟ هي كانت نتيجة إيجابية قبل المؤتمر دعني أقول لك دائماً ما كان النظام المصري يخشى بشكل كبير جداً من صورته وصماته في النظامات الدولية وفي أيضاً الإعلام الغربي وأيضاً مع التعامل مع النظامات حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية حاول بشكل كبير جداً أنه يقوم بتلطيف الجو عن طريق تأهيئة المجتمع الدولي الحقوقي بالنظر في الملف المصري وكان قدم تقرير للمفاوضية تقرير الخاص بالمفاوضية الذي يقدم الحكومة المصرية للمفاوضية حينما تقرأه تجد أنك تتعامل مع جو غير الموجود تماماً ردود بتتحدث حول الدستور حول الاتفاقيات لدرجة أن وزير العدالة الانتقالية قبل أن يذهب إلى جنيب كان صرح وقال أن فيما يخص قضية التعذيب وعندنا في القانون المصري المدى 126 وغيرها من المواد هي أفضل من تعريف لجنة موضوع التعذيب في حد ذاتها وأننا عندنا في أحكام محكمة دستورية العليا وأحكام محكمة النقض ما هو أفضل من الاتفاقية وغير كلامه تماماً حينما ذهب إلى جنيب وتحدث حولها وأننا سنلتزم بها التعريف وسنلتزم بالتفاقية جنيب وسنلتزم بتغيير المواد الخاصة به وهذا شيء أساسي وهذا ما سنقوم به وبالتالي فنحن إداء معايير مختلفة معايير مختلفة هو حينما يتعامل مع الصحافة المصرية وحينما يكون في قلب الحدث يتعامل بشكل مختلف هم بالفعل يخشوا على صمعاتهم الدولية بشكل كبير جداً وهذا يعملوا بشكل كبير جداً حول الموضوع الخاص بالتقديم معلومات وتهيئة الرأي العام الأجنبي بأننا نعمل عحمة حقوق الإنسان وأن الانتحكية التي ترتكب هي لها علاقة بالقانون وأن لدينا أفضل التزثير وغيرها من الأمور التي لم تنطلع على المنظمات حقوق الإنسان الدولية أو حتى على المجتمع الدولي الحقوق في مجلس حقوق الإنسان طيب إلى أي مدى أو ما هي المعايير التي يصدر مجلس حقوق الإنسان الأممي على أساسها توصياته ما هي المعايير؟ هل هي معايير فقط يعني يتم مطابقة الدستور أو رؤية ما هي المواد التي في الدستور وبالتالي يصدر على أساس أنها معايير عملية أيضا وليست فقط نظرية على الورق أريد أن أتعرف على الإجابة لكن بعد هذا الاتصال معنا عبر الهاتفة سيد مصطفى المصري الصحفي من كافر الشيخ أهلا بك مصطفى ماذا لديك هناك؟ محافظة كافر الشيخ ومنذ الصباح نذكر عدد من السعليات في عدد من المدن والقرار في محافظة كافر الشيخ بدأت بمركز الرياض حيث نظم عدد من الأهالي المصيرة حاشدة على رفض الطريق الدولي الزحلي أمام قرية أمسين وغيرها من القرى شارك فيها المئات من أبناء مركز الرياضة الذين رفعوا لافتات وثور لعدد من المعتقلين وتنادي برفض الظلم ورفض المحامات الأمنية التي تتم يومياً بيوت عدد من رفض الإنقلاب العسكري كما شهدت أيضاً المدن في مركز السوق وتنسال ومطوبس والقوة وغيرها من عدد من الثلاثة الأمس الشرية على عدد من القرى الصراعية في محافظة كافر الشيخ والآن وأثناء هذه المحاكة تجري فعالية في مدينة البلطين في محافظة كافر الشيخ حيث شارك عدد من الأهالي في مسيرة حاشدة انطلقت من مجد القدس وأخرى انطلقت من قرد سوق الثلاثاء شارك فيها المهات من أهالي مركز البرولوس والقرى المجاورة له رفعوا خلالها اللافتات والصور التي تعبر عن رفض الظلم ورفض الحياة الاقتصادية الرديئة التي تعيشها مصر هذه الأيام كما رفعوا صور لعدد من المعتقلين وعدد من الشهداء رفعوا أيضا اللافتات تعبر عن رفضهم للإستحامات الأمنية التي تتم في مركز البرولوس بصفة دورية وبصفة مستمرة أيضا هذه هي الفعاليات التي تمت حتى هذه اللحظة في مركز البرولوس ومركز الرياض وغيرها من المراتز والمدن والقرى في محافظة كافر الشيخ من كافر الشيخ إذن نشكرك مصطفى المصري الصحفي شكرا جزيلا ونعود مشاهدين إلى بقية أخبارنا المتفرقة التي نستعرض خلال التغطيات حيث رفض مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة توبروك شرقي البلاد رفض حكما من المحكمة الدستورية العليا بحله واعتبار قراراته لاغية وقال المجلس المنحل في بيان إنه يرفض الحكم لأنه صدر تحت تهديد السلاح حسب قوله وضف أن المجلس والحكومة المنبثقة عنه برئاسة عبدالله التني سيستمران في عملهما قالت أسرة بمحافظة الدقاهلية إن نجلها الذي يدعى أشرف سلامة جرى اعتقاله منذ ما يقرب من شهر دون توجيه أي اتهامات له وأضفت الزوجة أن زوجها تعرض كذلك للتعذيب داخل أقسام الشرطة نحن نعرف نحن نحن نعرف ما هو التاخد إلا لما لقنا رجال المباحث جاينانا الساعة 2 بعد مصد الليل طبعا أهدلوا الشق أو أهدلوا كل حي وخدوا جمال أجهزة الموجودة في البيت نحن نسألهم تفقيه أي عرفون فيه أي فما كانش أي حد يجيب علينا المهم رحنا اسمه أول المنصورة الصبح بدري لأنه موجود طبعا بعدما دورنا عليه لأنه موجود في القسم المباحث بواده خطبعا دخلنا بالصدفة فبنسأل لسا اللي قاعد على المكتب ونقول له إحنا جاينا نسأل على على أشرف فلقاه بسيطة أنا على يميني لقيته قاعد مربوط إديه الورا ويعني متغمية اللي قمش على عنيه كلها دم وطبعا من البهدل وضم متبهدلة جدا وزرائر الأميس كلها مفتوحة فبنسأل لسا بس بنقول له طب إحنا عزينا نرفه هنا ليه فطردنا وتعملنا بمهانة جدا وكنت كل ما أروح أسأل حد أقول له طب أنا زوجي هنا ليه طب أنا عايز أقاب الرئيس المباحث فضابط قال لي قال أنت زوجك مش هتشوفي تاني أنت زوجك قراره بإيدي اللي فوق فقلت له اللي فوق مين فطبعا هو اللي فوق ربنا فأنا لما قلت له كده هو طردني نعود إلى نقاشنا مجددا سيد أحمد مفرح كنت أسألك عن المعايير التي من خلالها تبنى على أساسها القرارات أو التوصيات من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي ما هي هل هي فقط نظرية أم عملية أيضا الممارسات في هذه الدولة دعني أقول لك بالتأكيد المعايير هي مدى تبني الدولة للمواثيق والمواثيق الدولية التي توقعت عليه تبنيها بتوقعات فقط لا ليس توقعات فقط بأعمال يعني أضرب مثال مصر موقع على اتفاقية موضة التعذيب اتفاقية موضة التعذيب ملزمة لمصر في منع منع التعذيب داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز وغيرها من الأمور وأيضا فيما يخص التشريع التشريع لأن التشريع أساسي في عملية الملاحقة الجنائية وأيضا عملية إيقاف هذه العقوبة فنحن إذا نظرنا هل مصر موقع على تفاقية موضة التعذيب هل هي عدلت من التشريعات الخاصة بهذه الجريمة في التشريعات المصرية حتى الآن لا هل هي أوقفت عقوبة التعذيب حتى الآن لا وبالتالي فحينما يتعامل مجلس حقوق الإنسان والمفاوضية وغيرها يتعاملوا مثل هذه المعايير أنت جمهورية مصر يموثقة على عدد من الموحدات والمواثيق الدولية التي يجب أن تقوم بالتعامل التشريعي على أساسها سواء كان من نهاية الدستور أو القوانين وأيضا التعامل مع أن هناك تشريعات موجودة بالفعل تتعامل مع هذه النقطة وتتماشى وتتماهى وتتفق مع التوقعات الدولية أو الاتفاقات الدولية بعد ذلك هل هذا يكون كافي لا وهذا ما حصل بالفعل لأن حتى كل الإشادات كل الحديث المصري مرتكن إلى الدستور يعني الجزء الخاص بالحريات والحقوق في الدستور المصري وهذا هو أفضل جزء وهو موائم مع المحطة المثيقة الدولية ونحن لدينا أفضل المعايير وهكذا لكن هذا أبدا لم ينطلع حتى على المنظمات على مجلس سوق الإنسان لأنه تمت الإشادة بالدستور لكن كان الكلام أين تطبيق هذا الدستور على أرض الواقع أين تطبيق هذا الدستور على القوانين التي تم إصدارها بعد الدستور والقوانين التي خالفت الدستور قبل أن ينشأ كيف تلعب المرحل الانتقالية في الدول يعني هناك مرحلة انتقالية الآن في مصر كيف تلعب هذه المرحلة أو فكرة أن هناك مرحلة انتقالية في ربما الحديث بشكل أبسط من قبل أو توجيه انتقادات أقل من قبل مجلس حقوق الإنسان يعني دعني أقول لك بالتأكيد هناك قلون الدولي ينظر إلى الأشياء الاستثنائية الأوضاع الاستثنائية للدول وهكذا لكن هناك معايير أساسية حتى في الأوضاع الاستثنائية وحتى في الحرب على الإرهاب وحتى في الأمن القومي وغيرها من المصطلحات المطاطة التي ممكن أن تكون بداخل الدول لسنوات طويلة دعني أقرأ ثانية أنه في المادة الخاصة بالاتفاقية بعدم إجازة الإخفاء القصري أنه لا يجوز التضرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بإنعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأي حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القصري مثلا على سبيل المثال كجريمة وهذا بالفعل لذلك فهناك الحقوق الأساسية هذه الحقوق التي لا يتم بحال من الأحوال الجور عليها أو يتم انتفاءها أو يتم إيقافها حتى أن تتحدث عن الحق في الحياة تتحدث عن الحق في حرية الدين وحرية الدين المعتقد تتحدث عن الحق في الكرامة الإنسانية وعدم التعذيب وعدم تعذيب الشخص تتحدث في المحاكمات العادلة كل هذه المعايير وكل هذه الحقوق هي حقوق أساسية لا يجوز أن يتم النظر إليها أنه يتم إيقافها ويتم التعامل معها بشكل مختلف لأن البلد تمر بمراحلة استثنائية أو مراحلة انتقالية طيب لو تجاوزنا مرة ثانية بعد التجاوز فكرة أن هناك تشريعات تتطفيق وتتماهى مع الموثيق الدولية لو تجاوزنا أن الفكرة الثانية وأن الدولة بالفعل تقوم بما عليها من واجبات في هذه الحالة إلى أي مدى يمكن أن يتقدم المجتمع الدولي بإشادات لهذه الدولة ولديهم أدلة على هذه الإشادات أو العكس إذا قامت مصر ونحن نعمل ذلك في المستقبل القريب ونتطلع إلى أنها تقوم بتنفيذ الاتفاقات والمعادة الدولية وأن الحديث الذي سيتم والتوصيات التي ستقبل بها بعد هذه المراجعة الدورية الشاملة أن تطبق فيها على أرض الواقع هذا سيؤثر بشكل كبير جدا على الوضع السياسي الحالي لأنه الوضع السياسي للأسف مأزوم ومرهون بكمية الانتهكات التي تتكب بحق المعارضين في مصر وبحق المعتقلين وبحق النساء والأطفال وغيرها من الفئات وأيضا سيؤثر بشكل كبير على الأمن والسلم الداخلي وبالتالي سيؤثر على المرحلة الانتقالية سيتم تغييرها إذا تم اتباع الموثيق والمعادات الدولية والنظر إليها بشكل مختلف من قبل الحكومة المصرية لكن هذه توصيات لا أكثر ما الذي ستشكله من آثار وآثر على الدولة المعنية بها هذه توصيات الدولة هي من قبلتها يعني لم يعني ملف المراجعة الأخيرة في 2010 ما الذي فعلته مصر حتى الآن في هذه المراجعة حينما قرأت التقرير تحدثت حول أنها أنهت قانون الطوارئ وأنها قامت بعدم وجود معتقلين إداريين بقرارات إدارية وأنها تعاملت مع الحقوق الخاصة من المرأة بشكل مختلف كان وجود الدستور وغيرها من الموضوع لكن يعني دعني أقول لك للأسف ما هو الأثر الأثر لهذه التوصيات سواء كانت بالإشادة أو بالانتقاد بعيدا عن الإشادة أو الانتقاد أنا لا أبحث فقط عن الإشادة أو الانتقاد أنا أبحث عن أن هذه التوصيات تم تطبيقها بشكل جدي أو لا تعاملت مع الدول بشكل جدي لم يتم تطبيقها لم يتم تطبيقها الكثير لأننا نتعامل مع حكومة عسكرية لأننا نتعامل مع نظام قمعي هذا هو أسلوب النظام القمع في التعامل مع حقوق الإنسان. وهذا هو دايدنه. ولذلك فهو يتعامل حينما ذهب إلى المجلس يعرف أنه لم تنطل المعالات والكلام الذي قدمه والتقارير لم يتطلع إليها أي دولة من الدول. ولم تأخذ بكل الكلام الذي تأخذه. كيف يمكن ملاحقة المتورطين في جرائم حقوق إنسان من خلال هذه التوصيات التي ستصدر. هل ستشكل مثلا ربما أحد الأسباب أو أحد الدلائل على أن هناك جرائم؟ بالتأكيد. يعني دعني أقول لك فيما يخص الملاحقة الجنائية هناك كثير من التوصيات التي تمت من قبل الدول هذه التوصيات كانت فيما يخص على سبيل المثال جريمة التعذيب على سمين المثال المحاكمات العادلة. هذه المواضيع كلها ستؤثر بشكل كبير جدا حول النقاط الخاصة بالملاحقة الجنائية. لأن الإفلات من العقاب يرتهن أساسا على شقين. شق الأول هي التشريعات نقص في وجود التشريعات ونقص في وجود الإرادة السياسية. وبالتالي فلو قامت الدول ولو قامت مصر بتنفيذ التوصيات التي تستمها هي إيقاف مثلا على سبيل المثال المحاكمات العادلة. إيقاف جريمة التعذيب والتحقيق في جرائم التعذيب التحقيق في جرائم القتل خارج طر القانون التي ارتكبت من قبل الحكومة المصرية منذ بعد 3 أوليو وحتى الآن. كل هذه الأشياء وأتحدث عن جرائم قتل جماعي أثرت بشكل كبير عن حول الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الماضية. طيب سيدة نادي أبو المجد في ختم هذه التغطية. يعني هناك الحقيقة غير ظاهرة في الإعلام المصري بشكل كبير. كونها تتحدث أو تتناول طرف وتغيب الطرف الآخر. ماذا عن الإعلام الغربي؟ يعني هو أنا عايز أقول بس فكرة أنه مزيد من نشر الأكاذيب في الإعلام المصري عموما وفي ملف حقوق الإنسان خصوصا ومحاولة التعامل بنفس الطريقة دي مع العالم الغربي. يعني لم تنطلي. وحيفضل زي برضو من نفس الحاجة بالنسبة برضو للمنظمات الحقوقية الغربية. فكرة أنه الأكاذيب أو الصورة الوردية أو حالة الإنكار الموجودة في الإعلام المصري أو من قبل المسؤولين المصريين سيفضل يتم كشفها من خلال الإعلام الغربي وبرضو المنظمات الحقوقية الغربية. فالأكاذيب والخداع والقاء التهم جزافا بدون دليل على طرف هو مغيب وهو ضحية القمع مش هو الحل ولا يقنع أحد. شكرا جزيلا لك الأستاذة نادية أبو المجد الكاتبة الصحفية والإعلامية وكذلك نشكر سيد أحمد مفرح مسؤول الملف المصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف. شكرا جزيلا لكم من جزيلا لكم